عاصمة الادارية وزارة الاسكان بني فيها مباني كويسة جدا هتطرحها على الاهالي على المصريين على المواطنين خلال الاسابيع القليلة القادمة والبعض بيسألني ازاي احصل على شقة في العاصمة الادارية الجديدة هو اولا لازم تعرف ان ده مجمع سكني هو مش كونباوند هناك محولهو الصور عمرات بنيها وزارة الاسكان متوسط سعر المتر 11 الف جنيه هيتم تقسيته عايزين نعرف تفاصيل اكتر شباب استاذ هانيونس معايا اه عايزين نعرف تفاصيل اكتر من المستشار الاعلامي لوزارة الاسكان والمتحدث الرسمي باسمعه صديق العزيز الكاتب الصعف الاستاذ هانيونس عايزين نعرف لو فيه اي مواطن عاوز يحج الشقة في العاصمة الادارية الجديدة هيعمل ايه اسعار الامطار التقسيط على كم سنة الشوقة دي متشطبة ولا لأ يمكن البعض يهوى يعني انه ياخد وهل السعر ده سعر عادل هل قبل التخفيض او كده ولا الامور هتبقى ولا ده سعر متداول في بقية الاماكن والكلام ده فالوزارة عايز اقول لكم مخصصة اول حاجة عايز اقول لكم ان الوزارة هتطرح الفين تمانية واربعين واحدة سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة وعلشان تحجز لازم تسجل بياناتك على الموقع الالكتروني يوم الاربعاء القادم الموافق 31 من الشهر الحالي الحاجز ايضا لازم ينشئ حساب جديد بالموقع الالكتروني بالرقم القوم ورقم الهاتف ليتم بعد ذلك ارسال رسالة نصية له هتتبقى بعد كده بيانات عنده خلي بالك في اطار مبدأ الشمول المالي اللي عامله البنك المركزي فمش هيتم التعامل بقى كان الاول تسعب فلوس وتدع فلوس لا لازم يتم تحويل بنكي من حسابك الى حساب المحدده وزارة الاسكان على موقعها الشواء هيتم استلامها بعد سنة من الان متوسط اسعارها في حدود 11 الف دنيه الشواء كاملة التشتيب تشتيب سوبر لوكس السعر مثلما قالت وزارة الاسكان بتقل عن اسعار الوحدات الممثلة في بقية الكمبوندات السكنية بحوالي 6-7000 جنيه للمتر ده كل المعلومات اللي عاوز يحجز بداية الحجز هو في 31 يوليو الجاري هروح بقى لاخر خبر نتكلم عنه النهاردة الرسالة او موقف الواحد لازم يتوقف امامه الطالب النابه الرابع بقية الواحدة